استقبل فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي فرقة الأوركسترا اليمنية بقيادة المايستر محمد القحوم التي أحيت الليلة الماضية في مركز الملك فهد الثقافي بالرياض حفلا موسيقيا وغنائيا بهيجا وأشهد فخامة الرئيس في اللقاء الذي حضره وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني ورئيس مؤسسة حضرموت للثقافة الشيخ عبدالله بوخشان وعضو المؤسسة الشيخ عبدالله با حمدان والفنانين أروى وحسين محب بالأداء الموسيقي المبهر لفرقة الأوركسترا اليمنية خلال الحفل الذي نظمته إزارة الثقافة السعودية بالتعاون مع وزارة الإعلام والثقافة والسياحة اليمنية ومؤسسة حضرموت للثقافة كما أشهد فخامته بدور الأشقاء في المملكة العربية السعودية قيادة وحكومة وشعبا في رعاية الحفل الذي قدم أوركسترا يمنية محترفة يفيض بالجمال والإبداع من فكرة ملهمة للشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص الوطني كمنبر فاعل للدبلوماسية الثقافية الخلاقة وأكد الرئيس حرص الدولة على رعاية الفنون والثقافة والأداب بما فيها فرقة الأوركسترا وإسهاماتها المتميزة في إعادة إحياء وتقديم التراث الموسيقي والغنائي والفلكلور الشعبي اليمني العريق إلى العالم بقالب أوركسترالي عصري منافس واعتبر رئيس مجلس القيادة الرئاسية أن اللقاء بقيادة الأوركسترا اليمنية هو رسالة تقدير لكافة العاملين على هذا العمل الفني الرائع الذي يعول عليه في معركة الوعي وتعزيز قيم التعايش والسلام ومكافحة العنصرية بكافة أشكالها ووجه فخامة الرئيس بتقديم الدعم المتاح للفرقة الموسيقية ورسالتها السامية لبعث رسالة سلام عالمية وصورة مشرفة عن اليمن وشعبه وترائه الفني وموروثه الإنساني الحضاري العريق وعرض اللقاء مسيرة الأوركسترا السيمفونية وبرامجها المستقبلية لإحياء حفلات موسيقية في عدد من البلدان الشقيقة والصديقة وفرص توجيه عوائد أعمالها الفنية لدعم المبادرات والمشاريع الإنسانية في الداخل اليمني حضر اللقاء مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور يحيى الشعيبي ومستشار رئيس مجلس القيادة عضو مجلس النواب عمر الحمودي